السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في هذا الفيديو سنشرح لكم درس الملك نجلز ملفا صحفيا حول ملكنا من مادة التربية على المواطنة للسنة الثانية أعدادي للطورة الأولى في هذا الفيديو سنعتمد على المواطعات والمحاور كافة المقارنات الدراسية بما فيهم من فضاء الاجتماعيات منار الاجتماعيات وكذلك النجاح في الاجتماعيات لكي يكون شيء سفد نبدأ بشكل مقدمة بسيطة نظام الحكم المغرب هو نظام ملكي دستوري ديمقراطي برلماني واجتماعي يتولى الملك فيه السلطة بالوراة وتقع على عاتقه مسؤوليات متعددة إذن ما هي المكانة الملك في نظام الحكم المغرب وما هي الاختصاصات التي يخول هذه الدستور يعني الاختصاصات التي يعطيها للدستور لكي يقوم بها وكيف نجز ملف صحفي حول الملك دينا أولا ستعرف على مكانات الملك في نظام الحكم المغرب الدستور المغربي وبالضبط الفصل 41 يعطي الملك المغربي مكانة دينية باعتباره أمير المؤمنين وحامي حمال من له الدين هذه هي المكانة الدينية التي يعطيها للدستور وفصل 42 من الدستور المغربي كذلك يعطيه مكانة سياسية خاصة تجعل منه الممثل الأسمى الأمة المغربية يعني هو الشخص الذي يمثلنا كاملين كمغاربة والرئيس ديننا ورمز الوحدة ديننا وضامي الاستقلال ديننا وهذا ما يبدأ بشكل واضح من خلال الأنشطة المكتفة التي يقوم بها من بداية تولية العرش حتى اليومنا الحالي فيما يخص المشاكل الوحدة الترابية في المملكة المغربية بحال مشكلة الصحراء المغربية نبقى نتعرف على الاختصاصات المالك يعني ما هو الحوايج الذي يفعله بالنسبة للعلاقة بالبرلمان فالمالك يترأس افتتاح الثورة الأولى يعني كيف تكون الثورة الأولى والتي يفتحها والتي يترأسها ويحق له أيضا إعلان حالة الاستناء وحل البرلمان كيف يقصدون حالة الاستناء حالة الاستناء هي تولية المغربية وتتواجه مشكلة خطيرة جدا يهدد الوحدة الترابية في المملكة أو يهدد الأمة المغربية بشكل كامل هنا يخرج المالك ويعلن عن حالة الاستناء ويوقف البرلمان حل البرلمان هي توقيف البرلمان على العمل يعني يقومون الناس الذين يختمون فيها يوقفون الأنشطة ويجعلون المالك فقط هو الذي يصدر القرارات وينفذوا الناس حيث في هذه الحالات الخطيرة التي تدد الاستقرار الدولة والأمة المغربية يجب أن يكون قائد هو الذي يصدر القرارات ليس كثيرا وفي طبيعة الحال حالة الاستثناء ليست حالة الطوارئ الصحية التي نعيشها اليوم حيث حالة الاستثناء هي حالة أخطر من هذه الحالات التي نعيشها اليوم التي يكون فيها الإغلاق وإلى آخر من القرارات التي يتخطوها الوزارة بالنسبة للعلاقة بالحكومة فالمالك والذي يعيش في رئيس الحكومة من الحزب السياسي الذي يربح في الانتخابات والذي يعيش لأعضاء الحكومة باقتراح الّ ذ break يقام بцию المالك يقام بأن يhape habrاء من الأساة سابق وشاس Every day يقوم ب Okay وعْضا ال 편 ög المالك وهي رئيس الحكومة والوزارة المزارع يكون هو الرئيس في هذا المجلس أما بالنسبة لعلاقة المالك بالقضاء فهو الذي يعين القضاء التي يحكمون في المحاكم وبطبيعة الحال المالك لا يعرف ما هو الأشخاص الذين يعين بل هو فقط يأتي للمستندات التي يكون فيها الأسماء وكذلك معطيات على الأشخاص من قبل لجنة يعني يجب أن تكون هذه اللجنة التي تقترحها للمالك الأسماء القضاء تكون نازهة ولا تشد الرشوة عند الأشخاص لكي يطلعون القضاء وبالإضافة لهذا الشيف المالك يترأس المجلس الأعلى للقضاء يتم إصدار الأحكام ويتنفذ بالاسم ويمارس حق العفو بالنسبة للأحكام التي يتم إصدارها وتنفذها باسم جلالة المالك فهنا يجب القاضي الذي يصدر ذلك الحكم وينفذوه يجب أن يكون نازه ويكون يخاف من الله حيث إذا كان يشد الرشوة ويضلم الناس فهنا ليس يظلم ذلك الشخص فقط بل يظلم حتى جلالة المالك الذي يصدر ذلك الحكم باسمه لأنه شخص يسمع أحد الأحكم ظالم في حقه باسم جلالة المالك يعتقد أن المالك لا يصدر ذلك الحكم ولا يصدر ذلك الحكم ورأة القاضي ولا يخضر رشوة ليس المالك يجب أن يكون القضاء و يخافون من الله بالنسبة لحق العفو كذلك يجب أن يكون مشاكل في المغرب المالك يعطي حق العفو للناس الذين يستهلوا مثلا شخص يستهل الحبس بسبب أنه لا يستطيع أن يخلص الكريدي أو يقع إليه واحد الحاديث في إدارة أو هذا يدخل الحبس هذا يجب أن يستهل العفو ولكن بعض المشاكل التي يستهلوا مسبقا في هذا العفو هي أن هذه اللجنة التي تقترح أسماء على المالك تأتي له عن مجرمين مثلا و لا تعرف أنه أحد أحد مجرم أو ما أجرب فهو يجب أن يقراس من تجاوز المعطايا لما يعطي أمام الأجاوة للجنة يجب السلوك لهم جيد في الحبس فهو يلغطون على مجرم أو هذا و يعطي العفو منه و هنا الناس التي تضمون من هادوك المجرمين يخرجون بالعفو و يتقول ماذا؟ يقول لك المالك هو الذي يريد الشخص يخرجه ويجب أن المالك لا يوجد شيء دم في هذا الشيء المالك يرعفه للناس الذين يستهلوا ولكن اللجنة التي تقدم له هذه المعطيات هي التي تحرف المعلومات بالنسبة لعلاقة المالك بالخارج يعتمد فيها على الصفراء المملكة المغربية التي يمثل المالك ومثل نحن كمغاربة في قاعدة طول الأخرى وكذلك المالك يستقبل الصفراء الطول الأجانب هنا في المملكة المغربية يعني إذا أردت أمريكا تعين شي سافير جديد في المغرب في المالك يستقبله وكي صادقة للمعاهدات التي تكون مع الدول الأجنبية والمنطمات العالمية سوف نتعرف على خطوات إنجاز ملف صحفي من بعد ما سوف نشرح لكم هذه الخطوات بشكل تفصيلي سوف نعطي مثال تستبيقية لها في ملف صحفي على المالك الخطوة الأولى وهي تحديد موضوع الملف ووضع خطة العمل في هذه الخطوة سوف نضع موضوع مخصص ودقيق مثل المكانة الملك الدينية أو لدور المالك بالنسبة للدولة المغربية أو لاختصاصات المالك لماذا سوف نقول لكم أن كل موضوع مخصص ليس موضوع عام حتى لو تستطيع موضوع صحفي حول الملك بالصفة عامة سوف نضع موضوع موضوع الفرعية بحال نشأة له الدراسة سوف نضع اختصاصات المكانة وبثاف الأمور سوف يأتي الملف صحفي طويل لكي تسهل لك الخدمة سوف نختار موضوع مخصص أو لموضوعي أو تلسس موضوع محددة لكي يأتي الملف مريقل وبسيط من بعد ما نضع الموضوع الذي سوف نضع عليه الملف الصحفي سوف نضع خطة العمل فهذه الخطة سوف نقسم الأدوار مع الأصدقاء والزملاء في القسم سوف نضع أصدقاء وفي هذه المجموعة سوف نقسم الأدوار مثلا واحد سوف يكون مكلف بالبحث على الوثائق والنصوص والآخر سوف يكون مكلف بالنقيح والتلخيص المعطيات والثالث سوف يكون مكلف بوظيفة أخرى الخطوة الثانية وهي البحث على الوثائق في هذه الخطوة سوف نقلب على الوثائق سواء المكتوبة أو المرئية كي يبحث الصور بالنسبة للوثائق المكتوبات قدر تكون نصوص مقالات مختطفات من جرائد مختطفات من نصوص دستورية من كتب إلى آخره وفي البحث كانت تمد على الصحف الوطنية والجرائد وعلى الكتب وعلى شبكة الأنترنت من بعد هذه الخطوة نزول تحليل الوثائق ووضع تصميم لموضوع الملف هذه الخطوة نقوم بتصنيف المعلومات التي حصلنا عليها حسب الموضوع مثلا إذا كان الموضوع للملف دينا هو مكانات الملك فطبيعة الحال سيتقلبوا على مكانات الملك الدينية والروحية والمكانات الملك السياسية إذن الوثائق سيكون من قسم الججد نوعهما مكانات الملك الدينية والروحية ومكانات الملك السياسية سنصنف الواتعق حسب هذه النوعين لكي نسهل علينا الخدمة بعد ذلك نقوم بتحليل الواتعق ونجمع منهم المواطيات التي ستصلح لنا بعد ذلك نصنف ونحلل الواتعق نضع تصميم الموضوع الملف يعني هكذا سيكون العنوان الرئيسي ها هو العنوان الفرعي ها هو العنوان التنوي هذه العنوان لا نأخذهم من دماغنا وإنما نجدهم بناء من المواطيات التي لدينا في الواتعق الخطوة الرابعة وهي المناقشة والإنتاج فالخطوة هذه نقوم بتدويل الأفكار التي خرجنا بها من خلال الواتعق ونرفقها بالواتعق الضرورية كي بحل الصور والمقتطفات إلى آخره بطبيعة الحال المقتطفات والصور ستكون مرفوقة بواحد الإتباط التاريخي ومصدري يعني تكتب تحت من هذا المقتطف أو هذه الصورة تاريخ ديالها تاريخ إصدارها وكذلك المصدر ديالها ضرورية هذه في الملف الصحفي من بعد نقشوا الحصيلة العمل مع الزملاء ديالها يعني المجموعة ديالي نقشوا هذا الشي اللي درناه واش خاص شي حاجات زاد واش ما خاص شي حاجات زاد هذا الشي بطبيعة الحال تكون خارج الحصة كتجمعوا في شوقيتها وكتناقشوا فيها من بعد فش تكون عندكم الحصة كتعرضوا ذك الشي اللي درتوه على الأستاذ ديالكم باش يعطيكم الرأي ذياله يعني باش يقول لكم تعديل أمور لخصاتها تزيدوا الحويج لخصات زاد نقصوا الحويج لخصات نقص من بعد هذه التعديلات هذي اللي غادي تقوموا بها واللي غادي قترحها لكم الأستاذ ديالك ساعة كيولي الملف الصحفي ديالكم جاهز باش يتوضع بخزانة المؤسسة باش يستفدوا منه جميع التلاميذ ديبا بغا نوريكم واحد المثال تصطبيق على هذه الخطوات هذي فهذا الملف الصحفي كيف ما كتشوفه فهذا الملف اختاريت ثلاثة ديال المواضيع اللي هما تولية جلالة الملك الحكم جوازوه وميلاد الأمير موليه حسن هذو ما المواضيع اللي غادي نطرقوا لهم في هذ الملف كيف ما كتشوفه الموضوع الليول يبدأ من هذ العنوان هذا اللي هو تولية جلالة الملك الحكم لدينا هذي الفقرة هذي اللي كتدوي على هذ الموضوع من بعد عدنا هنا عدنا عنوان فرعي تابع لهذا العنوان الرئيسي اللي هو تولية جلالة الملك الحكم العنوان الفرعي اسمه أول خطاب للعرش كيف ما كنتشوفوا هنا هنا صورة الصورة هذه وهي صورة دي الأول خطاب للعرش سيضيره الملك محمد السادس من بعد ما تولى الحكم وكيف تحتمنا واحد تعليق يقول باللي الملك محمد السادس يلقي أول خطاب للعرش في 30 يوليوز 1999 جريدة الإلكترونية هسبريس عدنا هنا التاريخ وتزيدنا المصدر ديال هاد الواتيق عدنا هنا فقراء كتدوية لهذا الخطاب للعرش وجدنا هنا مقتطف من خطاب العرش مرفوق بالمصدر وبالتاريخ عدنا أيضا الموضوع الثاني اللي هو زواج الملك محمد السادس كيفما كنتشوفو هنا عدنا واتيقة عبارة عن صورة مرفوقة بالمصدر والتاريخ ديال الاتقاط والفقراء هذه كتدوية لزواج ديره أما الموضوع الثالث اللي هو ميلاد الأمير مولير الحسن فنبدأ بصورة معبره على ميلاده وعندنا تعليق تحت منها فيه التاريخ وكذلك المصدر لتقاط هذه الصورة وعندنا هذه الفقرة التي تدوي على ميلاد الأمير المولي الحسن وعندنا في الجانب الأيصر هنا صورة للأمير وهو يتفشي معه في عيد ميلاده السابع وهنا يتعليق على هذه الصورة فيه التاريخ وفيه أيضا المصدر كما ترون بكل بساطة يتم إنجاز الملف الصحفي لأي موضوع سوى الملك أو لأي حاجة أخرى وبطبيعة الحال هذه الهيكلة التي أردتكم هنا أو للتصميم فهذا قدرته بناء على الوطائق التي جمعت في البحث لي إذن في التصميم لكم ليس ضروري أن يكون مطابق 100% لتصميم هذا الذي ترونه وإنما يجب أن يتماشى مع المعطيات والوطائق التي جمعتها في عملية البحث لقاء فيديو آخر إن شاء الله بم ج machري إن شاء الله من خهد فما ترون بهم الله